السلام عليكم هس عدنا مثال واحد منه برحنة ثلاثة هاي اول محاضرة عدنا هذا الرسم هذا مثلث قائم الزاوية ABC والظلع المنقط هذا المنقط اللي هو BD يعتبر هو ظلع واصل من رأس القائمة B إلى المثلث القائمة إلى منتصف القائمة إلى الوتر AC إلى منتصف القائمة فراح يكون طولة DBD BD ينصف الوتر AC فرايدين أوجد طول BD بالمطلوب إثباته قبل ما أحل راح أقول أن BD BD هاي ملاحظة يعني BD يساوي نصف نصف شنو A AC BD يساوي نصف A C C لأن هذا الظلع قسم الوتر فليش لأن طول BD يساوي نصف الوتر قلنا AC حسب مبرهنة ثلاثة بالمحاضرة الأولى هسا شنون نطلع AC قد أطلع AC فAC ما منطنية قيمة عددية لا منطنية قيمة X X المجهولة فنرجع ونقول المثلاثة القائمة الزاوية وحسب مبرهنة فيثاغرس شو تقول فيثاغرس مربع الوتر AC يساوي مجموع مربعين الضلعين القائمين اللي هي ABOCB شو راح نكتب نكتب هسا مبرهنة فيثاغرس مبرهنة فيثاغرس القانون مالتها هو AC تربيع يساوي AB تربيع زائدا B C تربيع هسا راح نعوض نعوض AC باللي منطينيها هو هذا AC منطينه اثنين جذر خمسة X هسا شو حكتب هذا AC كلها عوضة بالارقام جذر افتح قوس اثنين جذر خمسة X تربيع هسا راح نعوض هاي منطينيها هاش راح نسوي ساوي شقد AB AB منطينيها اربعة جذر اربعة تربيع زائدا زائدا اش قد BC منطينيها اثنين اثنين تربيع هاي الارقام اوضتها مكان احرف لكتذكير فقط اذا كان اذا كان اذا كان هاي هاي ملاحظة هاي على صفحة اذا كان ABC مرفوع القوة اثنين اش راح اش راح تساوي راح راح نوزع N الى جميع العوامل فراح تساوي A للقوة 2 B للقوة 2 و C تربيع 2 هاي كرة مربعات ها الفكرة راح راح نربع راح تتربع اش راح تصير 2 راح تتربع تصير اربعة الاثنين ايها الاثنين ايها الاثنين راح تتربع ش تصير اصير اربعة اتصير 4 نعم وعدنا 5 احنا نعرف كل جذر اذا يساوي نفسه اش راح يساوي يساوي 5 اذا 5 ينزل 5 في 5 شنوه المتغير هو X انزلها حيث انه يساوي 4 في 4 16 زائد 2 في 2 4 يساوي يساوي الجول يساوي 16 زائد 24 20 20 شنو X X شنو نسينا نسينا التربيع التربيع هذا لسينا نحط هنا X زائد شنسوي هسا هنا هنا 20 20 نقسم على 20 على 20 يساوينا شنو يساوينا 1 إذن X يساوي 1 بالمحاضرة الثانية راح نكمل حل التمرين تابعوني محاضرة الثانية نحط هنا محاضرة الثانية من نحط هنا